السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو بالضغط على زر الإعجاب وترك التعليق تحفيزي لنستمر بالنشر وليصل الفيديو لأكبر عدد من تلاميذ الشعبة الهندسة الكهربائية فتعموا الاستفادة على بركة الله نبدأ حصة اليوم تحت عنوان ملخص القوانين تقويم المرقب أنصحكم بمشاهدة الفيديوهات السابقة الحصة رقم 57 والحصة رقم 58 لأنها حصص متسلسلة وستساعدكم على الفهم الجيد والسريع فاصل ثم نعود تلميذي الأعزاء بالنسبة للملخص فيه صفحتين صفحة واحد وصفحة اثنين هذا حملهم من صندوق الوصفة تلقوا رابط في صندوق الوصف من بعده شديرو أبدأ أملو الملخص معي تابعوني خطوة خطوة بإذن الله كنت شيء واللي بس بس هيا جمعة كما كنت شوفوا صفحة لولا احنا ملو فيها الإشارات نخدمهم بطريقة سريعة جدا لأنه إشارة تقويم أحد النوبة مراقب وإشارة تقويم النثنيني النوبة مراقب خدمتهم في حصة 57 و 58 بالتفصيل مو من هنا نخدمهم بطريقة بسيطة وسريعة في نفس الوقت راح نكمل المختلف القوانين هيا جمعنا نبدأ بتقويم أحد النوبة مراقب رقنا الحصة الماضية أول حاجة يبدأ إشارة تقويم أحد النوبة قد يريد أن ي crimぜهar قد يقول لك كمل لتوتى بين الطرف الحمولة قد يقول لك تكملتي контير بين طرف الحمولة ولا يقول لك كمل للتيار بين طرف في المقدى ولا يقول لك كمل لتوتى بين طرف في المقدى إذا أنت وشد في هذه الحالة تجيب ورقة المحاوفة اخدمهم كامل من بعد السؤال اللي يطلبون منك أرسمفه وثيقة الاجاب. هيا جماعة اول حاجة وش قلنا روحوا النبضات وين تنتهي نبضة ندير لها اسقاط بهذا الشكل. ثاني حاجة روحوا القدحات وين نلقى نبضة القدح نديرها اسقاط العمودي. وكما كم تلاحظوا ما بين القدحة والقدحة هناك هناك ثمية وستين درجة في تقويم احادي النوبة. ونلقوها مئة وثمين درجة بنسبة تقويم ثنائي النوبة. من بعد جماعة بعد ما سقطنا نبضات تاع القدح على مختلف المنحنيات. من بعدها تبعوا الاستراتيجية اللي شفناه حصيل ماضية. نبدأ او نصموت بين طرفي المقداح وتوتر بين طرفي الحمولة. وبعدها كنكملو نصموتية بين طرفي الحمولة. وبعدها كنكملو نصموتيير بين طرفي المقداح. اذا باش حنحن نقوم بالتأثيرات اللونية. اذا كما كم تلاحظوا هذا التوتر في كانت نهبطوه للمقداح. وبعدها نبدأ نقسم فيه ونوضيف وفيه كيعد مقداح حاجز يحجز النوبة. كيعد ممارّة النوبة هذه يبعثها للحمولة. اذا كما كم تشوفوا في هذا المجال اللوني البنفسجي. هنا المقداح يكون متوقف. لماذا? المقداح بيكون ممرض. لازم توفر له شرطين. توطر موجب. وثاني حاجة وشي توفر له اذن بالقدح. كما كم هنا تلاحظوا. عطيت له توطر موجب. مما عطيت له ش قدحة. راح يكون متوقف. رحوا لي بعدها مجال لوني بلون الاخضر. هنا عندي توطر موجب. شرط له المحقق. والقدحة موجودة. مع انت هنا يكون ممرض. مجال لوني الأزرق. كما كم تلاحظوا هنا. المقداح وشي عطيت له. لو توطر السلب. ما يهمنيش. سواء كينا قد حول مكشح يكون متوقف. وهذا من بعدها ندير لهم تكرار. بنفس الطريقة. اوكي 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 اوكي. بعدما كملنا هذا وجماعة. نبدأ ونشوف المقداح واكتهي يحجز النوبة. واكتهي يرسلها للحمول. من بعدها تلميذي الاعزاء. النوبة تموجبين. نجزئهم. قبل قدح. وبعد القدح. كما هذه الأولى. وكما هذه الثانية. هنا النوبة السلبة لا نجزوها لانه المقداح اكتهي مرض. لازم تطبق عليه توتر موجب واذن بالقدح. اذا كما كم تلاحظوا هذا الخط اللي اقسم فيه. هذه النوبة جزء من النوبة. ما تمرش يحجزها المقداح. اما هذا الجزء المتبقي يمروه للحمولة. لانه توفر الشرطين. شرط الاول نوبة الموجبة. والشرط الثاني اذا بالقدحة. والله اذا والله نبضة القدح. كما كم تشوف فيها اللون الاخضر. من بعدها وش نديروه جماعة نبدأو نخطمه. اذا رجلسوا ما عمله. اذا في المجال اللوني الاول هنا عندي النوبة موجبة وما كانت بالقدح اذا NOITT Bond تركها يحجز النوبة وهنا الحمولة يوصلها 0V. لذا 괜찮adas مخطة 0V. روحوا الموجال اللون الاخضر هنا وش عندي عندي نوبة موجبة وكان عندي اذا بالقدح. اذا هذي النوبة وين يصلها لتيرستور يصلها الى الحمولة. وتوتر بين تيرستورش يسوي يسوي 0V. لانه يعتبر اكتر قاطعة يعتبر السلك. والسلك التوتر بين الطرفي يسوي 0 فولت. رحوا للمجال الثالث لون الأزرق. هنا عندي نوبة سالبة. وهناك تيرستور اعطيت له توتر سالبة. سيكون في استقطاب الاكسي ما يمارس. سيحجز نوبة سالبة. وتوتر بين طرف الحمول يسوي 0 فولت. لانه مقداح يعتبر قاطعة مفتوحة. يعني تيار والله توتر ما يمصرش للحمول. بعدك نكملو هذا و نديرو للمتكرة بنفس الطريقة. وإذا ومفي نوبة عمره الى تحتجن. إذا ومقداح قاطعة مفتوحة يحجز النوبة وهنا يكون 0 فولت. رحوا له بعدها نوبة موجبة ويحجز نوبة صليbigاء. ويعتبر هنا مقداح قاطعة مغلقة. معنارها النوبة التي يوصلها للحمولة. وتوتو بين الطرف الثالث مِقداح يسوي 0 فولت. لانه قاطعة مغلقة سلل. وآخر نوبة سالبة. هنا مقداح سيكون حاجز. يحجز نوبا السريبة ويعتبر قاطعة مفتوحة وهنا وش يوصل زيرو فولد هنا كم من توطر بين طرفي الحمولة وتوتر بين طرفي المقداح كينا ملاحظة كي تجمع توطر الحمولة وتوتر المقداح تلقى راح تلقى توطر في اونتري. هذه اول حاجة. ثاني حاجة رحو نرسمو تيار بين طرفي الحمولة نكتبو هذه اكتبو معي. التيار على توفق مع التوتر. لماذا? لان الحمولة مقاومة. انتم ديما تدسوا الحمولات المقاومية معانتها اشارة توطر معانتها تهي نفس اشارة التيار. اذا نهري نرسمو نفسك المخلطة بتاعا توطر بين الطرفي الحمولة. بهذا الشكل. لم يهمناش نقلاح معظمتهم ولا نقص في المعطقات تحهم. لانه هذا توتر بين الطرفي الحمولة وحده هي فول اخر شيء اكتبوها معي تلاحظوا بالمقاومة اير و تيري ستور و تياش و تلاحظوا جايين على تساسه مدم انهم مربوطين على تساسه سيكون عندهم نفس الطيار اذا هذه الأجزاء تعنوبات الحمولة سيكون نفسهم تيارات تعويش تعال مقطع اذا ناشمو كميرا كوبي كولي وهنا جمعنا اشارات لمختلف المقادر من بعد كنا ملاحظة اخرى قادة اتجيكم في البكالوريا جمعا اذا وش نكتبو دور الحمولة اير يسوي دور تاع الإشارات الدخول كما كم تلاحظوا هذا الدور مثلا لو كان نحسب ونلقا صفة وأصلى صفة ثانية لاحظوا بالله الحمولة عندها نفس الدور و شو نقولو في هذه الحالة نقولو تقويم احد النوبة سواء متحكم فيه ولا غير متحكم فيه يحافظ على خاصة إشارة و شمعنطها يحافظ على الدور و شمعنطها دور الحمولة وش يسوي يسوي دور إشارة الدخول و في نصل الوقت يحافظ التواثر ليوصل الحمولة اير هو نفس التواثر في اونتري اه كينا ملاحظة اخرى لو كان مثلا يطلب منك رسم اشارات لتقويم اوحادي النوبة غير متحكم في يعني مخدوم غير بالديود ماشي تيري ستور طريقة بسيطة جدا وش الدير هذه الفا اقلبها زيرو معناتها اوشي واللي ديود يولي يمرر نوبة كامل مينقش منها اذا تولي هنا نوبة موجبة هنا زيرو هنا نوبة موجبة هذا ما كان اذا اذا ديود وشي هو هو عبارة عن تيري ستور عنده زاوية القدح تسوي صفر درجة وهنا جماعة زيناء كمنا اشارات لتقويم اوحادي النوبة متحكم فيها هيا روح الورقة ثانية وش نلاحظو الثاني وش فيه فيه تقويم ثنائي النوبة مورقب وهذا كذلك رسمناه بالتفصيل وحكينا على جيسي جريتز بالتفصيل في حصى رقم ثمانية خمسة كي تلقى اشكالية ولا ما تفهمش وروح حصى رقم ثمانية خمسة تلقى كل شي بالتفصيل هنا هحنجاوب بسرعة جمع اذا لانه هنا وشانا نكتبوه انا نكتبوه في الملخص اذا اول حاجة انا احنا نعطيكم كل اشارات وانتا شوفوا شو سؤالي جاك في الباكالورية وانقل اشارة اللي اطلبها منك في وثيقة الايجاب اذا اول حاجة اي نهاية نوبة نديلها اسقاط زير الفوت بهذا الشكل على كل منحة الانية ثاني حاجة كما كم تشوفوا هنا اي جيت اللي وتيار القدح ما بين النبضة والنبضة هنا مئة وثمانين درجة في تقويم ثلائي النوبة ولمشي كما تقويم اوحاد النوبة كأن تثمة مئة وستون درجة بس كون نحتاج ال نوبة الموجاب. اما في تقويم ثلائي النوبة والنوبة السلب capれない موجبة collaboration رح انudding وكاركو يقضح مجبة وبعدها نوبة معزبة. على هذه مبين قدحة وقدحة 180 درجة من بعدها ديالحil فى هذه الحالة وانقاوا قدحة على الصبب حانكم سوف نعطيها عن باقي المحاور بهذا الشكل من بعدها في التقريم الثاني نرسم الإشارات المساعدة ستساعدني بما أن جسي جريتش يدير نوبة الموجبة يفوت والنوبة السلبة يعكس واذا يجب نرسم نرسم كامل نوبات موجبة بهذا الشكل هذه الإشارة مساعدة ستساعدني إذاً ما نقوله قبل القدح تيريستور يكون غير ممرّ بعد القدح يكون تيريستور ممرّ هنا الحمولة يوصلها 0 فورت لأنه مكاش القدحة هنا الحمولة توصلها النوبة لأنه كان قدحة إذاً هنا جزء من النوبة يمر وهذا الجزء ما يمرش لأنه مكاش القدحة بنفس الطريقة هذه النوبة السلبة ولا تنوبة موجبة هنا قبل القدحة تكون زيرو هنا بعد القدحة تمر جزء من النوبة المتبقي بنفس الطريقة نعود التكرار بهذا الشكل كما كنت لاحظ هنا وشه هو تقويم تقويم ثنائي النوبة مي متغير متحكم فيه مع أن النوبة نقدر نزيد فيها ونقص فيها عن طريق زاوية القدح هذا بنسبة توتر بين الطرفي الحمولة من بعد أجمع حمولة مقاومية مع أن تتيار وتوتر على التوافق يعني نخدمه بنفس الطريقة نعصمه إشارة مساعدة لازم تكون كام نوبة موجبة لماذا نوبة موجبة؟ لأنه جسي جيرد يستقلبهم كل شيء موجب من بعد وش نديره؟ قبل النوبة زيرو فولت بعد النوبة تمر الجزء المتبقي قبل النوبة هذه زيرو فولت بعد النوبة تمر هذا الجزء المعكوس بنفس الطريقة نديرو كوبي كودي بهذا الشكل كل ما تزيد زاوية القدحة تنقص النوبة وكل ما تنقص زاوية القدح تزيد النوبة هذا بالنسبة تيار بين طرفي الحمولة من بعدها شابي بازينا وش نديرو؟ بنسبة تيار وش نبدأ ونبدأ ورقمه هذا الجزء الأول سميه واحد هذا ثنين هذا ثلاثة وهذا أربعة إذا تيستور الأول كما كم تشوفوا اللي مربوط بالآ تيستور الأول يمرر أجزاء النوبات الفردية اللي فيها أرقام فردية أما تيستور الثنين وش يمرر يمرر أجزاء النوبات زوجية إذا وش نقولوا في هذه الحالة تيستور واحد وش يكون يمرر فردية فقط هنا تكون زيرو أمبير وهنا يمرر لنوبة اللي هي رقم ثلاثة أما تيستور الثنين وش يمرر يمرر نوبات الزوجية إذا تيستور الثنين وش يمرر جزء من النوبة هذه رقم ثنين ويمرر جزء من النوبة رقم ربعة هذه أبسط طريقة بتصمو المخططات ولا الإشارات للمقادر الكهربائية هنا وش كملنا؟ كملنا تيار الأول بين طرفي المقداح الأول وتيار الثاني بين طرفي المقداح الثاني آخر شيء بقيت نجمع بقيت نتوتى بين طرفي المقداح الأول وتوتى بين طرفي المقداح الثاني كيف نخدمه بطريقة سريعة؟ إذا وش نديره؟ نرسمه إشارة مساعدة لازم فيتانيستور واحد تشبه لإشارات الدخول كما بهذا الشكل من بعدها فيتانيستور الثنين سيكون العكس فيتانيستور واحد كما شفنا في الحصار رقم ثمانية وخامسة نرسم إشارة مساعدة النوبة الموجبة هنا بالنسبة لتسطور في 2 سالبة ونوبة سالبة بالنسبة لتسطور 2 تولي موجبة بهذا الشكل هذه اشارة مساعدة حتى تساعدنا من بعدها جمعنا توط وطب بين طرفين المقداح سنلاحظوا بالتيرا بين الطرفين المقداح سيكون عكس بعضهم اذا كان هذا كان النبضة، هذا سيكون 0A اذا كان هنا مكاش النبضة، هذا سيكون موجودة النبضة ولا نقوم بتريقة شروط المقداح وشيما شروط? النبضة موجبة والقدها ممرر إذا لم يكن هذا الشرط يحجز النوبة. هنا نبدأ. ما معي مليح؟ هنا هنا يشتركوا تلاحظوا. هنا عندي نبضة موجابة والشرط الثاني غير محق. لا يوجد قدحة. إذن يحجز النوبة. وبما أنه يحجز النوبة يعتبر قاطعة مفتوحة. تيار هنا يسوي الصفر. احتمام ثنين. كما تلاحظوا هنا كان النوبة موجابة وكان القدحة. إذن تياريس طرش يعتبر قاطعة مغلقة. مع أن تتوته بين الطرف يسوي 0 فول. وهنا مقدحة جوالي ممرئ ممرر تياري. إذا هنا على هذه كين جزء من النبضة. نروح لي بعدها. هنا عندي نوبة سالبة. إذن ما تحقوا الشرطين مع أن تتوته يحجز النوبة السالبة. ويكافر قاطعة مفتوحة. وبما أنه قاطعة مفتوحة هنا تيار بين الطرف المقدحة. وهذا يسوي 0. وبنفس الطريقة نكمل. هنا كان النوبة موجبة ومكاش القدحة يعتبر قاطعة مفتوحة. إذا تيار هنا يسوي 0. هنا كين جزء من النوبة. هنا كين نوبة موجبة وكين القدحة يعتبر قاطعة مغلقة مع أن تهي ولي ممرئ إذا كين نبضة في تيار ستور ثلاثة. وآخر حاجة عندي نوبة سالبة متحق الشرط مقدح يكون مسدود يحجز هذه النوبة. وكي يحجز النوبة وشي يعتبر قاطعة مفتوحة إذا تيار وشي يسوي يسوي 0. إي تيار ستور 1. بنفس الطريقة نخدمه في تيار ستور 2. في تيار ستور 2 هو عكس إي تيار ستور 2. بنفس الطريقة كما هنا عندي نوبة سالبة معانتها محجوز يحجز النوبة سالبة يعتبر قاطعة مفتوحة معانتها تيار ما يمرش على هذي إي تيار ستور 2 وشي يسوي 0. روحوا لي بعدها هنا عندي نوبة موجبة ومكيش القدحة كذلك يعتبر محجوز ويحجز جزء من النوبة ويعتبر قاطعة مفتوحة. يعتبر قاطعة مغلقة توتر بين الطرفين قاطعة مغلقة ولا السلك يسوي 0. إذا هنا وشي يسوي 0. وشي يعتبر قاطعة مغلقة إذا كان ممرش الطيار إذا هنا كان جزء من النبض. من النوبة سالبة separates قاطعة مفتوحةпол ونستقبل قاطعة القدحةBeat وأخرى هنا نوبة موجبة confusing لان نوبة موجبة في اي تيار ستور 2. وخيضة أخرى هنا عندي نوبة موجبة وكين قدحة هنا تيار سerta بقاطعة مغلقة توتر بين الطرفين يعتبر قاطعة مغلقة ويمورر طيار إذا هنا بمعجوز جزء من النوبة في اي تيار ستور 2. هنا اجمعنا. الاشارة. اه كينا ملاحظة ثانية كما قلتها لكم في التقويم احدى النوبة. اذا الدور تاع الحمولة لو كان يقول لك احسب دور تاع الحمولة كيف تحسبه? تقولوا دور تاع الدخول في انتري هذا تقسيم اثنين. لماذا? ركزوا معهم له. شوفوا اجمع احنا الدور. دور هنا وش فيه? في نبضة موجبة والنبضة السلبة. هذا وطول الدور. نعتبره يستفى الصفة اثنين. اذا لو كان نوحد شوفه التقويم. اذا دور وقته يبدأ يبدأ بالنقطة هذه ويخلص نقطة هذه. ومبعدها لاتشارة التعاوض. اذا وش صار الدور في الحمولة تقسم عليه. اذا وش نقول دور تاع الحمولة. وش يساوي? يساوي تي اير? ماذا يساوي تي اير? يساوي الدور. اشارة الدخول تقسيم اثنين. وبما ان دور تقسم اثنين اذا لافريكونس تولي تولي فيه اثنين. اذا ما نقولا ؟. لافريكونس تاع الحمولة وما تقع بأplicة المدخل. مثلا لو كان اضعها لك خمسين هرتزل نحن نقدم خمسين هاتس تساوي خمسين هاتس على الدخول في اثنين وهنا جماعة كمنا تقوي متحكم فيه ثنائي النوبة كان ملاحظة أخرى لو كان يعطي لك جسد قريس باستخدام الديودات ويطلب منك إكمال إشارات وش يدير في هذه الحالة من ناحية زاوية القدح واعتبرها الصفر وش تولي يولي المقداح توصل النبضة هذي موجبة كاملة والنبضة السلبة المعكوسة كاملة ما فيهاش تجزئة بهذا الطريق إذاً ما هي الديود هو عباره عن تاجتها وزاوية القدح تساوي الصفر مع أنتها اقتبا الفجأة بلزاوية تساوي الصفر وأرسمي استمرارا نرےensitive إلي وتش communication على الأ deixa esa immunity هي هذه تتعلق الحمولة والتي توجد هيcan كاملة نبضةmäß وحنا هنان تعمل الحمولة والتيور كاملة اما هنا sont الديود هذا الديود واحد وهذا يحول الديود ينطل اثنين هكذا ي definir��� Zero وهنا نock hack last filtan xi technology الديود وبص نير فتعلك الديود سالبة وهنا زي رفوت هنا نبضة سالبة. هذا بنسبة يميد لك تقويم ثنائي النوبة باستخدام ديودات لدرسته في سنة الثانية. وهنا كملنا تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه. رحوا لي بعدها جماعة في الملخص تاكم تحتاجوا مقادير مهمة جدا لازم نكتبها قبل ما رحوا صفحة اثنين. اذا المقادر المهمة وش هي زاوية تأخر قدح وش نسميها نسميها الفا زاوية القدح محصورة ما بين صيفر حتى مئة وثمانين درجة. ولا براديان محصورة من صيفر حتى بي. هذي نسميها زاوية تأخر القدح. قد يجيكم السؤال وش يقولك احسب زمن تأخر القدح. القانون زمن تأخر القدح وش يسوي تي الفا اللي واحدة تعود ثانية وش يسوي يسوي الفا مي لازم تحسبها براديان على النبض اوميغا واميغا وش تسوي اثنين بي اف تسوي اثنين في ثلاثة فاسة ربعتاش في خمسين هاتس وح نجلوها ثلاثة مية وعبعتاش راديان خلال ثانية وش هي واحدة نبض راديان خلال ثانية على هذي الارفا لازم تخدمها براديان راديان مع راديان يروح ويبقى لي ثانية. زمن تمرير جمعة بيطة كما شفنا المقداع كين جزء ما يمروش وزجزء يمرو. الجزء هذك ليمرو كيف نحسبه الزاوية تعه اذا بيطة ماذا تسوي اذا حبيت نحسبها با ديقري ولا بدرجة تسوي نبضة قد طول تحها مي وثمانين درجة مي وثمانين درجة ناقص الفا اذا هذا القانون يخرج لي بيطة بديدير. واذا اريد تحسبها راديان اذا بيطة راديان ماذا تسوي مي وثمانين درجة اوش قابلها قابلها بي تسوي بي 3.14 ناقص الفا مي الفا لازم تعوضها براديان. هذا هو شيء يقولك احسب زاوية التمرير وني كون ميقداع امر. قد يجيك سؤال اشي يقولك احسب زمن التمرير اذا إذن زمن ثمان وشي ينزلو؟ ينزلو تي بيطا بنفس الطريقة زمن ثمان وشي يسوي بيطا مي لازم تعوضها برادين على أوميغا لأنه أوميغا تسوي وحدتها رادين خلال الثانية رادين معا رادين يروح ويبقى لي زمن تي بالثانية إذن في هذه الحالة جمعة ركزوا شفت جمعة بزاك يجيوا يحسبوا الزمن ثمان يعوضوا بيطا والله أرى يعوضوها بالدرجة لازم تعوضها برادين بعدها تقول لي يا أستاذ كيف نحاولو من دقاي راديان طريقة بسيطة جدا وعطيتهاكم على الشكل ملاحظة أشكتكم بيطا والفا تعوضان بوحدة راديان وكتيا في حالة واحدة في الزمن التمرين ولا زمن تأخر قدح كي يطلب منك زمن تمرين وزمن تأخر قدح ألفا ويطا عوضهم برادين باتحسب الزمن إذن وش نكتبو إذن ألفا بالدرجة كيف تحولها ألفا برادين طريقة بسيطة جدا إذن ألفا راديان ماذا يساوي يساوي القيمة هذه كليل قيتها بديقري واضربها في 3.4 واضربها في بي 3.14 أقسمها 180 تلقى ألفا برادين وانا أخدمتها لكم برابع متناسب وعطيتكم قانون مباشر بنفس الطريقة لو كان يطلب منك تحسب تي بيطا أول حاجة كي يعطيك بيطا بالديقري وش دير قلو بيطا عراديان ماذا يساوي يساوي بيطا ديقري في بي على 180 درجة بتحولها بوحدة راديان هذا بنسبة لأزمنة والزاوية هيا جماعة رحوا لبعدها قبل ما رحوا القوانين الأساسية كانت تلاميذ عندهم إشكالية تلاميذ كي يقرأوا مثلا قيمة المنتوسطة ولا قيمة المنتجة دي ما يقلوا فيها فيماكس من التلاميذ ما يعرفوش يخرجوا فيماكس على هذي أعطيتكم ربع أمثلة شو المثل أول فيماكس والله في أونتري ماكس لأنه في القوانين دي ما نلقوا وش تسوي قيمة أعظامية للمدخل كيف تخرج فيماكس جماعة كيف هجماعة تخرجوا فيماكس طريقة بسطة جدا نبدأ في المثال الأول في المثال الأول أعطينا مقاومة R وهذه المقاومة وش يغضيها يغضيها توطف في أونتري يساوي 220 فول نهالي يعطي لك قيمة مباشرة بهذا الشكل هذه القيمة يسموها قيمة فعالة ولا المنتجة إذن هذه المنتجة ولا فعالة وليست الأعظامية إذن فيماكس فهذه الحالة كيف تحسبها تساوي قيمة هذه المباشرة منتجة في جذر 2 إذن تساوي 220 في جذر 2 وتساوي 311 فول هذا بنسبة للمثال الأول رحوا المثال الثاني كينجمع بزاف يغلط فيه بزاف بزاف إذن هالي يعطيك محاول يتحكم في التقويم إذن هذه المقاومة R ما يغضيها توطر الأولي هذه المقاومة R يكون يغضيها توطر الثانوي توطر الأول يعطيه 220 فول وتوتر الثانوي 24 فول إذن توطر الثانوي هو اللي يغضي الحمولة إذن في هذه الحالة هذه هي V-entry إذن V-entry تساوي 24 فول وليس 220 فول إذن V-entry تساوي توطر الثانوي وليس توطر الأول وهذه القيمة مباشرة القيم للمواطعة مباشرة لما هي قيم المنتجة ولكن قيم الفعال إذن V-max ماذا تساوي في هذه الحالة نكتبه V-max تساوي 24 ونضربها في جذر الثاني بنجيبه قيمة الأعظم إذن ماذا تسوي فيماكس في هذا المثال تسوي 24 توطر الثاني وتاع المحاول في جذر 2 هذا بنسبة المثال لرقم 2 روحوا بنسبة المثال لرقم 3 كما كنت لاحظوا حمولة مقاومية هنا توطر الدخول أعطانا عبارة للجيبية إذن عبارة للجيبية كيف نخرج لها فيماكس واش نديو قبل سينيس كامل إذن فيماكس ماذا تسوي 24 جذر 2 واش تلقى قبل سينيس كامل هو يسمى قيمة الأعظم إذن هنا قيمة الأعظمية فيماكس ماذا يسوي 24 جذر 2 لو كنت أعطى لك مثلا 34 سينيس 314 34 كذلك نسميها قيمة الأعظمية أي حاجة جيق بل سينيس تسمى قيمة الأعظمية هذا بنسبة كيمد لك قيمة جيبية قيمة الدخول عبارة عن قيمة جيبية روحوا المثال الرابع بالنسبة المثال الرابع قادر ما يمد لك قيمة المنتجة وما يمد لك قيمة جيبية يمد لك على شكل إشارة الدخول يمد لك إشارة متنوبة إذن في هذه الحالة فيماكس وما نريد لك أجمع روحوا نشوفوا أكبر قيمة للنبضة هذه واللونها بهذا الشكل وبعد ذلك نحسبوها بالمقياس الرسم وأكيد يعطي لك مقياس الرسم كما هنا مقياس الرسم يقال لك كل واحد سنتيمتر شي يقابلوا يقابلوا 17 فولت إذا هنا قيمة عندي واحد سنتيمتر عندي 2 سنتيمتر إذن فيماكس ماذا يساوي يساوي 2 في مقياس الرسم اللي هو 17 فولت ويساوي 34 فولت وكين يحسبوها نلقوها 34 فولت إذا نجمع كيمد لك إشارة الدخول كيمد لك توتو الدخول على شكل إشارة وشدي روح لماكسيمون تاحة ودلها إسقاط وكيتلقى قيمة تاحة بالسنتيمتر الوحدات وضربها في مقياس الرسم بتلقى قيمة الأعظمية وهنا جماعة كمنا صفحة رقم واحد راحين نروحوا صفحة رقم اثنين اللي فيها قوانين هيا جماعة روحوا نكتبوا القوانين نعطيكم استراتيجية لتبعوها هيا ركزوا معي مليح رحوا صفحة رقم اثنين كما كم تلاحظوا وراء صفحة رقم اثنين فيها الإطار بلون الأزرق وش معنة هذا الإطار تحتاجوه بزا بزا لأنه في السنة الثالثة تدرسوا تقويم متحكم فيه أما الإطار ثاني بلون الأبيض هذا اللي درسته في السنة ثانية مي قادر تجيكم أسئلة عليه إذا جماعة إذا تلفت لكم ركزوا على الإطار لون الأزرق كما نعم يا ذي نجي نجاه cordsي عندنا كما أن الوصف تقويم تقويم الاول هم هو تقويم وتقويم وما بحق الإطار كان من كان من التقويم ثاني تقويم السنة الثاني كما ان كان جيسجريتس تقويم إถنائي النوبة حيث امرأة معنك تقويم الثالث كما ان كان جيسجريتس تقويمها و diferente ان كان اب swopart ثنائي النوبة. وبما انه كامل ثنائيات نسميه غير مراقب ولا غير متحكم فيه. كذلك درستموه في السنة الثانية. هيا جمعنا نبدأ ب اول حاجة اللي هو تقويم احادي النوبة متحكم فيه. هيا جيبوا ورقة وقالموا وبدأوا وكتبوا معي وتبعوا منهجي انتعي. راح يولي كل شي بس بوس ان شاء الله. اول حاجة كي تصادف اسئلة خاصة بالتقويم سواء كان تقويم مراقب او غير مراقب. سواء كان تقويم احادي النوبة ولا ثنائي النوبة ما تبدأش تحل الاسئلة. لازم تبع الاستراتيجية. والشي الاستراتيجية اللي تبعها. اول حاجة لازم تعرف عنوان التقويم. لازم تعرف عنوان التركيب. بعد ما تعرف عنوان التركيب وش لازم دير تحفظ واحد القانون وتبدأ دير له تعديلات. بعدها هذك القانون اش لازم تخرج منه? تخرج منه قيمة متوسطة بين طرفي الحمولة. قيمة تيار بين طرفي الحمولة. قيمة تيار أعظم يبدلين طرفي المقدة من بعدها تكمل قاوانين أجمعها أبدأ حل الأسئلة وبإذن الله ستجد كل شي سهل هيا نبدأ أجمع بأول تقويم إذن كما تلاحظوا هذا التقويم وش هو العنصر الأساسي الموجود فيه كين تيري ستور وين تلقى تيري ستور ولا مقدة أعرف باللي هذا التقويم متحكم فيه ولا مرقب وبما أنه كين غير تيري ستور واحد كين غير ثنائية واحدة إذن هذا التقويم ماذا يسمى تقويم أحادي النوبة متحكم فيه إذن وش نديره في هذه الحالة نكتب عنوان هذا التقويم يسمى تقويم أحادي النوبة مراقب ولا متحكم فيه هذه أول حاجة ثاني حاجة من القوانين الكامل أحفظ غير هذا القانون وباقي لازم تستنتي وهم با ما تكثروا قوانين إذن وش هو القانون الذي نحفظه احفظ قانون واحد خاص بالقيمة المتوسطة للتوتر بين طرفي الحمولة للتقويم وش هو أحادي النوبة متحكم فيه يعني رح تحفظ غير قانون هذا تقويم أحادي النوبة متحكم فيه أما باقي تقويمات رح تستنتج القوانين إذن وش هو الأستاذ قانون اللي نحفظه أحفظ قيمة توتر بين طرفي الحمولة اير شارج موايا هذه القيمة المتوسطة بين طرفي الحمولة ماذا تسوي تسوي في أونترين ماكس وش معناتها في وش معناتها القيمة الأعظمية لتوتر الدخول وكما شفناه من قبل أعطيتكم ربع احتمالات وربع أمثلة على واش على ثلين بي في واحد زيد كوز في زاوية تأخر قد هذا هو القانون لازم تحفظه أما باقي القوانين رح يستنتجهم أوك يا جماعة هذا القانون نجيبه ورقة وقالة وكتبه هذا ولازم ترسخه في مختاق هاي نبدأ جماعة نخرجه ربع القوانين الأساسي إذن أول حاجة وش هي قيمة التوتر المتوسط بين طرفي الحمولة واللي هو هذا نفس القانون اللي قد تكم أحفظه إذن اير موايا ماذا يساوي يساوي توتر الدخول الأعظمي في معكس على ثنين في واحد كوز ألفا واجمع كينين اير موايا كين يجمع يمزونهم برمز واحد أخر يكتبوا اير ومن فوقه يشدروا خط هذلك كذلك تسمى قيمة متوسطة ثاني قيمة لازم تعرف قيمة التياه متوسطة بين طرفي الحمولة إذن هذه الحمولة عندها قيمة متوسطة للتوتر وهي مرع اليها كذلك قيمة متوسطة للتيار إذن ماذا نقول إير ممايا ماذا تساوي تساوي قيمة التوتر المتوسطة على آر اذا تقلق قيمة المتوسطة للتوتر مثل من قانون الاول لا تكتبوش هذا القانون فقط هذا هذا قلق قيمة التيار المتوسطة بين طرفين الحمول القانون الثالث هو قيمة التيار المتوسطة بين طرفين المقدار نجمع هذا القانون ثاني تستانجه اذا نقوم battery view 그럼 computer activity مربوطا على السلسل إذا القيمة Richard De Launtlouc إذا كما تلاحظه تيلير أaman بطريقة متحركة إذا كذلك أن، WeII تيلير ستر eI eI こ絕不明 eI w عزام دقائه وعزام يضطون البنية المنصوات الدخول الأعظمي ي該ذي خلال الوجهية فSA اس و blevة انه يدام мин خلال نعم الغربات كثيرة كمن طرال نقول المنصوات الدخول الأعظام ستكون متغيرة في حالة واحدة في تقويم ثنائي النوباء باستخدام محاول نقطة وسطية وهذا ما تكشف المنهاج انتعكم على هذي ديمة هذي في تايير ستور ماكس ماذا تسوي؟ تسوي في ماكس جماعة عليها لازمنا نحسب قيمة تايير متوسطة بين طرفين المقداه وقيمة التوتر اعظم بين طرفين المقداه بأن نختار ثنائية تايير ستور من وثائق الصعنة معنى تمشي اي ثنائية تركبها في التركيب راح تمشي لها قادة تركب ثنائية تفزد لها عليها لازم تحسب هذي وتحسب هذي ولازم تقرن بوثائق الصعنة هنا جماعة كمنا تقويم احادي النوبة متحكم فيه عيروح تقويم الثاني وهو باستخدام جسد غريتس متحكم فيه اذا بنفس الطريقة اذا تبعوا الاستراتيجية اذا اول حاجة نخمم فيها من خماش في الحل الاسئلة تخمم في اسم التركيب بما انه هنا عندي جسد غريتس اذا تقويم ماذا يسمى؟ يسوق تقويم ثنائي النوبة وبما ان هنا عندي عنصر تيرستور موجود وين تلقى تيرستور موجود‏ إذا تقويم تسميه مُتحكم فيه قادة تلقاه بربط مختلط زوج تيرستورات مع زوج ديودات وقادة تلقاه بربع تيرستورات وكما شئنا في الحصول الماظرية احسن تركيب هو ربط المكم به إذن وش نقول في هذه الحالة بما أن هذا التركيب يحتوي على جيسجريتز ويحتوي على ثنائية المقداح والاتيرستور إذن هذا عنوان وشي هو تقويم ثناء النوبة مراقب ولا متحكم فيه هنا لازم تكتبوا ملاحظة أستاذ وش هي هذه الملاحظة إذن تقويم ثناء النوبة بالنسبة لأحد النوبة وشي هو إذن تقويم ثناء النوبة هو تقويم أحد النوبة مضرب في 2 توترات تقويم أحد النوبة ليشفت قوانين تروحهم اضربهم في 2 إذن هاي نجربوا يا جماعة ونخرجوا القوانين بلا ما نحفظه. إذن وش هو القانون اللي قدتكم أحفظهه؟ قدتكم أحفظه لي اي اير موايا ماذا تسأل في معكس على ثنين بي في واحد زياد كوس ألفا هذا هو القانون اللي حفظته. هذا القانون اللي حفظته يا جماعة هو قيمة توتر متوسط بين طرف الحمولة في تقويم أحادي النوبة متحكم فيه. إذن أنا وش قدتكم هذا تقويم ثناء النوبة. إذن هذا المقدار فاش نضربه؟ نضربه في الثنين لأنه تقويم ثناء النوبة. من بعد الثنين مع الثنين اختزلوها. تروح مع بعضها. إذن هذا هو القانون اي اير موايا تعال والله اي اير شارج موايا بالنسبة الحمولة ماذا تساوي؟ تساوي قيمة الدخول الأعظمية على بي في واحد كوس ألفا معانته وش نحنا؟ نحنا اثنين. هذا هو قانون تعال تقويم ثناء النوبة متحكم فيه. أما التيار ماذا يساوي؟ يساوي توتر على المقاومة اير. إذن اي اير موايا ماذا يساوي؟ ولا تيار ولا قيمة متوسطة للتيار بين طرفي الحمولة اير. ماذا تساوي؟ تساوي توتر تساوي توتر بين طرفيها المتوسط على المقاومة اير. أما بعدها اوضف هذا القانون شيء لقانون. إذن اي اير موايا ماذا يساوي؟ يساوي فيماكس على اير بي في واحد كوس ألفا. هذا بنسبة تيار. رحوا ثالث حاجة. وش نحن تلاحظوا هنا يا جماعة. هنا لحظوا التيارات. التيار الأخضر هو التيار الحمولة. وتيارات باللون البنفسجي هي هي تيارات تاعة تيرستورات. إذن قيمة تيارة 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 تيار مقاومة عندهم نفس التيار. اذا وعطيتها لكم في الحصة الماضية وبرهنتكم عليها. اذا وش نكتب هنا؟ نكتب ايلت؟ ماذا يسوي؟ يسوي اي ديود ميا Hob aمن؟ لانه ربطا مختلط. قدا يجيك سؤال يشيكل لك احسب قيمة متوسطة بين طرفين مقتاح؟ او شيور لك احسب قيمة متوسطة بين طرفين ديود. لانه هذا مختلط ولا جسر. مختلط. اذا وش نقولو اي اي ديود ميا ويسوي اي ارموية على ثنين. وكين عوضوها في القانون الاول ايش تولي تسوي تسوي في ماكس على ثنين بي في واحد كوز الفا. اشتجمع راني حافظ غير قانون واحد احادي النوبة متحكم فيه. رحوا قيمة التوتر اعظميا بين طرف المقدح. بنفس الطريقة اوش قلنا. وش يسوي 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 في ديود ماكس بس كو عندي ثنائة ديود ويسوي في ماكس يعني مش معنى التوتر الدخول الاعظمي. هذا وش يجمع تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه خرجنا قواني بكل بساطة. قد نقيمة منتجة رح نشوفها في اخر حصة ان شاء الله. كمانا المثال الثاني رحوا مثال الثالث كما كم تلاحظوا عندي ديود فقط. اذا العنصر اساسي في التركيب هذا هو ديود ماكاش تيريستور. اذا هذا تقويم غير مراقب ولا غير متحكم فيه. وبما انه عندي ثنائية واحدة اذا هذا تقويم ش نسميه تقويم احادي النوبة غير مراقب ولا غير متحكم فيه. اذا اذا نجمع تقويم غير مراقب ولا غير متحكم فيه لي مخدم بالديودات. واشي هو؟ هو عبارة عن تقويم متحكم فيه مي زاوية القدح الف هذه عوضها بصفر. اذا القانون اللي حفظتها ذاك الف عوضه بصفر تخرج كل قوانيت على تقويم غير متحكم فيه. اذا نكتب هنا عوض زاوية القدح بصفر. الف هذه اللي عندك تساوي الصفر. هيا اجمع نخرج القانون وهنا حافظ قانون الواحد اللي هو قيمة متوسطة بين طرفي الحمولة في تقويم احادي النوبة متحكم فيه. هاي نكتب قانون المخرج القانون الجريء. إذن وايشه القانون اللي أنا حافظه؟ إيه ما هذا يسلوي؟ لسلوي في معكس على واش من crypto الملاة的кивارم الضوية هذا هو العوض трوندا الذي حافظه. القيمة التوتر المتوسط بين الطرفي الحمولة لتقويم احادي النوبة متحكم فيه. بما انه تقويم غير مراقب ولا غير متحكم فيه مع انت مخدوم بالديودات وتأشتوا كيفية ديود لما عوض له ألفا تساوي سيفة هين عوضوا ألفا تساوي سيفة خرجوا القانون جديد اذا بما ان الديود فقط ألفا وشتساوي نقلب بها صفة كل صفة وشي ساوي يساوي واحد واحد زايد واحد وشي ساوي يساوي اثنين واثنين نختزلها مع اثنين هنا مبروك عليك خرجت قيمة التوتر المتوسطة بين طرف الحمولة في تقويم احادي نوبة غير مراقب ولا غير متحكم ولي درسته في سنة ثانية شفتو جمعه كل شي بسيط جدا احفظ قانون وخرج باقي القواني بعدها روحوا قيمة التية المتوسطة سهلة وش قلنا تية وش يساوي يساوي التوتر على المقامة مع انت اي ار موايا ماذا يساوي يساوي اي ار موايا تاع الحمولة على اير وكي تعوضها وش يساوي اي ار موايا يساوي بماكس على اير بي بنفس الطريقة قيمة التيية المتوسطة بين الطرفي الديود بما ان الديود والمقامة اير على تساسر سيكون لديهم نفس وهذا نقوله في هذه الحالة نقوله اي اير ويساوي اي اير موايا ويساوي اي اير موايا اي一 ada اير بي اهنا تية واروحوا قيمة التوتر العظامirement مع الماكنين المعبح ذا imprisoned وش نقوله فيدي ماكس ماذا يساوي يساوي فيدي ماكس تعا توطر الدخول الأعظمي ولي حبي يخرج يفهم فيدي ماكس ويشوف في البداية اللي أعطيتها لكم في ربعة أمثلة بقاتنا آخر حاجة جماعة اللي هو في رأيكم واشي هو جاوبوني في التعليقات قبل ما نقول هيا حبسوا الفيديو جاوبوني واشي هو هذا التقويم وخرجوا لقوانين قبل ما نبدأ هيا جماعة نبدأ ونخرجوا القوانين هذو وقبل ما نخرج القوانين لازم نعرف العنوان التركيب بما أنه موجود جسد جيريتز إذن هذا التقويم يسميه ثنائي النوبة وبما أنه ثنائية كامل ديود ثنائية مسارية مكاش تيريستور مكاش المقادح إذن هذا تقويم يسميه غير متحكيم إذن عنوان هذا التقويم ماذا يسمى يسمى تقويم ثنائي النوبة مع أنت القانون الإحفار تضربه في اثنين غير مراقب مع أنت ألفات عوضها بصفر إذن بعد نخرج القوانين الأربع إذن وش القانون اللي أنا حافظونه حافظ إيرو موايات سوفي ماكس على ثنين بي في واحد زيد كوس ألفا هذا القانون اللي أنا حافظونه حافظ القانون تعواش تعتقويم أحد النوبة هذه واحدة تعمل تحكم فيه هذي اثنين إذن هذا التقويم اللي عندي أولا ثنائي النوبة ماشي أحد النوبة وثانيا غير متحكم فيه وليس متحكم فيه إذن أول حاجة وش لازم نديره جمعه لازمنا ألفا نعوضها بزيرو ثنائي يتكامل ديول كل صفر وش يساوي يساوي واحد واحد زايد واحد وش يساوي يساوي اثنين اثنين مع اثنين طروح إذن حد الآن وش درت تقويم أحد النوبة غير متحكم فيه مهنة عندي جيس الجريز معنات هذا التقويم وش عنوانه ثنائي النوبة معنات هذا القانون وش نزيده نضربه في اثنين كما شفنا الملاحظة الأول إذن هذا نضربه في اثنين إذن ماذا نقول نقول قيمة التوتر المتوسطة بين الحمول اير شارج ماذا تساوي تساوي ثنين في في ماكس اللي هي التوتر الأعظم اللي يتوتر الدخول على بي وخرجناها بكل بساطة أروحوا لي بعد قيمة تيار متوسطة تخرجوها من قانون الأوم إذن اير مواي ماذا يساوي يساوي اير مواي على اير وكي نعوضوها ماذا يساوي تيار تيار يساوي ثنين في ماكس على اير بي بنفس الطريقة جمع أي تقويم ثنائي النوبة حيقصم التيارات إذن كما كم تلاحظوا تيار ديود واحد زي تيار ديود ثنين ماذا يساوي يساوي تيار الحمولة إذن تيار حمولة ماذا يساوي يساوي ثنين اي ديود واحد وتيار ديود بالنسبة للحمولة وش يساوي يساوي تيار حمولة على ثنين إذن ماذا نقول هنا نقول اي ديود مواي ماذا يساوي يساوي اير مواي هذا القانون اللي حسبته تقسمه على ثنين ولكن نخرج القانون الكلي الديود لموية ماذا يسوي يسوي 2 V真 على 2 RP واثنين مع ثلاثة والشيو اللي يسوي يسوي V真 على RP هذا بالنسبة لقيمة طيار متوسطة بين طرفي الديود روح اخر حاجة قيمة التوتر اعظمية بين الطرفي الديود الجماعة سمحوا لي هنا الديود وليس مقضاح اذا ماذا يسوي في هذه الحالة اذا VD真 عمل ب dream ويسوي V真 وقيمة الطيار متوسطة بين طرفي الديود وقيمة اعظمية تعتوت Arma هذا هو ما نحتاجهم نحتاجهم في الوثاق قصانا بها نختار ثنائية الديود مناسبة للتركيب وراح نشوفهم في التمارين مستقبلا وهنا جمع عزينا كمنا الملخص وبقاونا حويج خفيفة وشو ما حويج خفيفة جيبوا ملسقات وركبوهم هنا وهذا الملسقات في آخر حصة ححنا نكتبو فيها القيمة المنتجة لتقوم أحادي نوبة وثنائي النوبة كما قلت لكم خلوني أنا نجيريكم وحنا نقلبكم كل شي سام مانيش حاب نمتلكم كل شي دفعة واحدة بانسهلكم وخدمة يولي لكم كل شي بسبوسة والنفسية لتعكم تولي مرتاحة وتوليوا تحبوا الهندسة الكهربائية الحصة اللي جاية إن شاء الله في هذا الملسقات رح نكتبو قيمة المنتجة ونكتبو الإصطاعات في الحصة الخاصة بالتمرين المركبة ونجمع عزينا كمنا الحصة رقم 59 وموقع لي نقول لكم غير السلام اشتركوا في القناة